بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يمن على من يشاء بهداه الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نمضي في اقتباس الأضواء الهادية من فتاوى حبر الأمة وإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة يواصل رحمه الله الحديث في الرد على الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأموات فيقول رحمه الله كان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته فتارة بالجدب وتارة بنقص الرزق وتارة بالخوف وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصي ولم يكن أحد منهم ياتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولا إلى قبر أحد من الأنبياء فيقولوا نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين وكل عبادة ليست واجبة ولا مستحبة بدليل من الشرعي فهي بدعة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو ظال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم ولا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ففي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبور الأنبياء مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لألا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهي التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غيرها من الأوقات يقصد رحمه الله بالأوقات الثلاثة ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس قال رحمه الله فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لألا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً من الصلاة التي نهي عنها لألا يفضي إلى دعاء الكواكب كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهي عن قصدها للصلاة عندها لألا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد ولذلك كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين زيارة شرعية هو زيارة بدعية فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نهي عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذه العلة ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع لأمته ذلك وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وغيره وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع والشهداء بوحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور ماذا يقولون من السلام على الأموات والدعاء لهم هذه هي الزيارة الشرعية وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لبيان الزيارة الشركية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين